نبتدي بقى أخبارنا ونبتدي بأخبار الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الاجتماعات اللي حصلت النهاردة كان منها الاجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع السيدة اللواء أمير سيد أحمد مساشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والسيدة اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سيدة اللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاء وتنمية إدارة الترو كان الاجتماع اللي متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية والرئيس اطلع على الجديد بالنسبة لمنظومة شبكة الطرق والكباري اللي بتتم وكن أكتر حاجة بتتمي تركيز عليها طريق الصعيد الحرط هذا طريق هيكون بحوالي 160 كيلو فالرئيس هنا قال لازم ندقى في كل التفاصيل الصيانة الدورية اللي هتحصل للطرق علشان طبعا تستمر جودتها إلى جانب كمان إن احنا ننفذ أكبر توسعة ممكنة لها الحقيقة دي نقطة مهمة جدا رئيس بيحرص عليها إنك مش بتتكلم تبص على النهاردة إنك تعمل حرطين ولا تلاتة لا لك طول ما فيه عندك وسع ستة وسبعة وتمن حرات بنبص لقدام لكسافة سكانية متوقعة فإنك مش بتبص تحت رجليك لكن بتخطط وهنا أهمية التخطيط بتخطط للقادم كمان وكمان تم متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لمشروعات أو مدينة الجلالة وكمان الامتداد المستقبلي لمناطق الاستثمار في المنطقة كمان بص الرئيس على الشغل والموقف التنفيذي بالنسبة للعاصمة الإدارية الكتيرة نتابع مع حضرتكم اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاء وتنمية وإدارة الطرق واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية لسيما طريق الصعيد الحر بإجمالي طول حوالي مئة وستين كيلو متر حيث وجه السيد الرئيس بتدقيق كافة التفاصيل ذات الصلة والصيانات الدورية لتلك الطرق والمحاور والكباري لضمان استدامة جودتها إلى جانب تنفيذ أكبر توسعة ممكنة لها لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة فضلا عن إقامة منظومة متكاملة الأركان من الخدمات على امتداد الطرق وعلى مسافات متقاربة بما فيها تغطية شبكات المحمول ونقاط الأسعاف والنجدة وغيرها بما يتيح توفير كل سبل الأمان والراحة للمواطنين من مرتاد الطرق بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتوسيع نطاق التنمية بالاستغلال الأمثل للأراضي على جوانب الطرق والمحاور كما تم استعراض الجهود القائمة للاستفادة من عدد من الأراضي والمساحات الفضاء غير المستغلة على مستوى الجمهورية فضلا عن سير العمل بمشروع أبراج بورسعيد وكذا الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم بها الهيئة الهندسية بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام التطوير العقاري كما تناول الاجتماع متابعة الموقف الانشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية خاصة مدينة الجلالة بالأضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من أحياء ومنشآت لسيما منطقة المشتل المركزي للأشجار والأزهر على مساحة ألف فدان لإمداد العاصمة الإدارية بكافة الزراعات المتنوعة المطلوبة للتنسيق الحضاري والجمالي لأحيائها ومناطقها المختلفة وعلى نحو يتصق مع المعايير البيئية الحديثة